موسيقى في عنوين هذه النشرة المفد الفاتيكاني اي اضعاف للحضور المسيحي سيدمر توازن وهوية لبنان بسيل رد لبنان على الورقة الخليجية موضوعي ولا نية لتخلي عن التفاهم القوات تنفي ما ورد في مقال نصر لا احد في لبنان يمكن ان يكون بديلا عن احد موسيقى الثانية والربع بطاقة بيروت اهلا بكم الى هذه النشرة التي تبث ايضا عبر الموقع otv.com.lb اكد رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون انه يبذل كافة جهوده لكي يبقى لبنان وطن الرسالة للشرق كما للغرب وفق ما اراده البابا يحنى بولوس الثاني مشددا على اننا كلبنانيين مؤمنون بان وطننا رسالة ونسعى للحفاظ عليه وفق هذه الرؤية على الرغم من الصعوبات العديدة التي يمر بها لبنان. كلام الرئيس عون جاء خلال استقباله امين سر الكرسي الرسولي للعلاقات بين الدول الموسينيور ريشار بول جالاجير الذي يزور لبنان بطلب من الحبر الاعظم البابا فرانسيس حاملا قرب الاب الاقدس من الشعب اللبناني بكافة طوائفه في الظروف الصعبة التي يمر بها وكان الموسينيور استهل اللقاء ناقلا تحيات البابا فرانسيس الى الرئيس عون ومن خلاله الى اللبنانيين مؤكدا متابعته بدقة للتطورات للأوضاع في هذا البلد قائلا ان لبنان يستحق عناية استثنائية لان كل الشرق الاوسط يتطلع اليه كرسالة للمستقبل من هنا وجوب الحفاظ على الهوية الوطنية لهذا البلد الذي اذا ما تطورت الاوضاع فيه ايجابيا فان الامر سينعكس على المنطقة واضاف ان لبنان القوي والمتضامن يمكن ان يشكل مثالا لكل الشرق الاوسط بمسيحيه ومسلميه وذلك في خدمة الخير العام للجميع وهذه هي حقيقة دعوة لبنان وقال نحن نأمل ان يلعب هذا الدور في المستقبل من جديد مشيرا الى انه من السهل ان نقول ان لبنان رسالة ولكن علينا العمل معا من اجل ان تصبح هذه الرسالة حقيقية وملموسة واذ شدد المنسينيور على ان الحبر الاعظم البابا فرانسيس اعرب عن رغبته في زيارة لبنان قال قدسته سيأتي قريبا الى لبنان ولكن علينا تحديد معنى كلمات قريبا متمنيا على رئيس عون ان يقوم بزيارة الى الكرسي الرسولي وفي بعبد ايضا دكتور رشيد شامعون اعتقد بان الاصلاحات الضرورية اضافة الى دعم المجتمع الدولي ستساعد لبنان في الاستمرار في هويته الخاصة وفي هذه المناسبة احس المجتمع الدولي على مواصلة تقديم الدعم والمساعدة للبنان على هذا الطريق طريق القيامة امل ان يستمر هذا البلد في لعب دور النموذج والمثال للمجتمع الذي المفعم بالتسامح والتعددية في الشرق الاوسط حيث بامكان الطائفة المسيحية ان تقدم مساهمتها وزير خارجية الفاتيكان التقى ايضا رئيس مجلس النواب نبيه بر في محاولة لفهم الواقع على الساحة اللبنانية كما قال سلسلة مواقف لرئيس التيار الوطني الحرج برانبسيل عبر قناة فرانس فان كاتر وتأكيد على ألانية للتخلي عن التفاهم مع حزب الله أعتقد أنه رد موضوعي حسب الممكن لأنه أول شي هو بيدل على جدية لبنانية بالتعاطي مع حل وفتح باب الحوار وسلوك طريق الحل الداهم بأزمة هي كبيرة هي أكبر من لبنان كلنا نعرف ونرى تداعياتها بكل منطقة حتى تداعياتها أبعد من الإقليمية الدولية وبالتالي لا يمكن إلا أن يحمل لبنان مسؤولياته بما يختص بأرضه وبسيادته وبقوانينه ولكن أيضا لا يمكن إلا أن يتحمل معه العالم خاصة العالم المسؤول عن افتعال بعض الأزمات بلبنان وبالمنطقة يتحملوا معه كمانا المساعدة اللازمة لأن يتلاقي حل شامل للمنطقة أين هي مصلحة لبنان اليوم ليكون مركزاً إعلامياً وسياسياً للمعارضات الخليجية والعربية؟ نحن الحقيقة قلنا بالتيار أنه هذا الموضوع يتنفى مع سياسة الدولة اللبنانية وموقفنا نحن بالتعاطي بشؤون الدول الأخرى الورقة الخليجية والمبادرة المؤدمة لنا فيه ببعض ضنودة بتتعاطي وهي أساس المشكلة اليوم على ما يبدو؟ هي جزء أساسي من المشكلة أكيد مش واحدة معالي الوزير هل تعتقد أن الوجود السني اليوم في قطر في لبنان بعد تعليق سعد الحريري لعمله السياسي ودخول بها إلى المشهد؟ أول شيء نحن لا نقبل أن يكون الوجود السني في قطر ولا نقبل بأي مكون لبناني أن يكون في قطر بلبنان بوجوده بحقوقه بدوره الدوره التكويني والأساسي وبالتالي لما بيكون في خطر على السنة بيكون في خطر على المسيحيين بيكون في خطر على كل اللبنانيين ونحن معنيين بشكل كامل بإزالة أي خطر أو أي شعور بالخطر أو أي شعور بيحس حدا فيه أنه هو مستهدف ومهدد هلأ السنة يقررون هم ممثلينهم نحن بنعتبر حالنا طيار وطني نمثل جزء ولو قليل ونطمح إلى تمثيل أكتر مثل ما بيحقلهم السنة يتمحوا يمثلوا عند المسيحيين والعكس عند الشيعة والدروز وغيره وما رأيك بدخول بهاء الحريري على الخط والعودة إلى لبنان للعمل السياسي هذا حق كل إنسان لبناني أنه يقدر يرغب هو بأنه هذا مسيحة الحريري والديمقراطية في لبنان مفتوحة للجميع ونتمنى أنه أي دخول يكون عم بيقرب اللبنانيين من بعض ونعم بيعمل لحمة وطنية ينحافظ على وحدتنا المهم ما يفوت كل واحد بمشروع غير لبناني يعني اليوم هلأ أنت الحلقة الأضعف اليوم بلبنان بعد ذهب سعد الحريري من المشهد لا عم نرمط بعتقد أنا كل اللبنانيين بينضروا إذا صار في خلل عن مكون لبناني مش فريق واحد لأنه إلا حدا بيعتقد وخطأ أنه هو بيقدر يعمل هيمنة على الكيان اللبناني هذه جربوها الكل وما بعتقد حدا نجح فيها جربوها السنة أنفسهم جربوها المسيحيين أنفسهم وما بتمشي ما كان في جدوة من الموضوع لكن نعم لكن ما هو مغزى زيارة وفد من التيار إلى دمشق في هذا التوقيت التيار تلقى دعوة من وزير خارجية سوريا ومن الحزب الحاكم في سوريا لنائب رئيس التيار ولبها الدعوة اللي كانت دعوة بروتوكولية ما بعتقد أنه نبحث فيها شيء إلا بمصحة لبنان لكن هناك بعض المصادر تقول معالي الوزير هناك بعض المصادر تقول لم يكن يوما للتيار موقف متدخل لا بسوريا ولا بغاية سوريا ولا بشؤون الغير إنما التيار يسعى إلى حماية لبنان وإلى إقامة أفضل علاقات مع كل الدولة المحيطة بلبنان ما مع كل دول العالم هيدا موقفنا لكن البعض يقول كما ذكرت لك أنكم ذهبتم إلى دمشق لي تقولوا للسوريين أنكم نجحتم في إخراج سعد الحريري من المعادلة ما بعتقد ولا يمكن هيدا هدف عنا ولا يوم نبجحنا فيه ونحن مش شغلتنا نخرج أي ممثل لأي مكونة خلينا شوي بسوريا واسألك إذا طلبت دعم معين دعم سوري لترشحك لرئاسة الجمهورية أو بكل بساطة للحصول على الدعم الانتخابي من قبل المواليين لسوريا في لبنان حقيقة هذا الموضوع لم يناقش ولا مر لا مع السوريين ولا مع غير السوريين وأنا تحدثت أكتر من مرة حدا من كل اللي بيتهموني بأنه المشروع الهاجس هو رئاسة الجمهورية يخلي حدا من اللبنانيين يقول أني أنا فتحته بموضوع الرئاسي أو أنه هو لما فتحتني أنا تجاوب معه بالحديث هيدا الأمر لبناني بمتياز ولا يناقش إذا بده يجي يوم أنه يناقش مع الخارج هذا يناقش مع يعني حضرتك لن تكون مرشح لرئاسة الجمهورية؟ لم يحصل وأنا قلت قبل بمرات أني أنا لم أعلن ولا يوم ترشيح لرئاسة الجمهورية هل تنوي تخلي عن ورقة التفاهم مع حزب الله بعد الانتخابات البرلمانية؟ هذا موضوع بصراحة مش مرتبط أبدا باستحقار لو أنوي التخلي عنها كنت تخليت عنها لما نبهوني الأمريكيين إنه إذا ما بتتخلي عنها بنفرض عليك عقوبات فإذا ما في نية للتخلي عنها في نية لتطويرها لتحسينها تلبي حاجات اللبنانيين خاصة بالنقاط اللي في خلاف عليهم نحن وحزب الله وهلأ ذكرت أحدهم أنت بموضوع الخارج والتعاطي معهم استقبل رئيس الحكومة ناجب ميقاتي في السراي رئيس مكتب التنصيق والتنمية للأمم المتحدة في نيويورك على رأس وفد وتم خلال اللقاء البحث في أولويات لبنان التنموية وكيف يمكن للأمم المتحدة أن تدعم هذه الأولويات كما استقبل رئيس ميقاتي نائب رئيس مجلس الوزراء إلي الفرزلي الذي أعلن إثر اللقاء أنها كانت مناسبة للاطلاع على رأي ميقاتي بالأوضاع على الساحة اللبنانية ونظرته للواقع الأقليمي ولشكره لحضنته لمسألة تأمين الكهرباء للمنطقة يجب أن نعلم جميعا أن الظروف الأقليمية هي ظروف حساسة وضقيقة وظروف متوترة وليست مريحة إنعكساته على الواقع اللبناني قائمة ورامية بثقلة ودولة الرئيس جديد بأسلوبه بطريقته بثقافته بعلاقاته أن يحقق الهدف بتخفيف الأضرار السلبية والتوفيق بقيادة البلد إلى شاطئ الأمان قدر الإمكان وتحت السقف الممكن يجب أن يكون معلوما أن الأسب المعيشي المالي النأدي الاجتماعي الاقتصادي على كافة المستويات رمت بثقلها على الناس لدرجة ما يهمها هي الجانب المالي والنأدي والاقتصادي والاجتماعي وقد صدر عن حزب القوات اللبنانية منذ قليل وردا على صحيفة الأخبار ومقالة للصحافي الأولى نصيف بعنوان المفتي السنة ليسوا رزقا سائبا لأحد تسجيل لجعجع مبتهجا بخروج الحريري وهذه المقالة كمقالة القوات لا علاقة لها بالواقع ولا الحقيقة ومن نسج المطابخ المعروفة وأكدت الدائرة الإعلامية أن الصحفي نصيف الذي كنا نجل ونحترم تبين ويا للأسف عكس ذلك تماما حيث طلعنا بمقالة مليئة بالمغالطات والأكاذيب والتلفقات ونفت القوات اللبنانية جملة وتفصيلا كل ما هو وارد في المقالة وأعادت التأكيد على أنه إذا كان القليل قد فرقنا مع رئيس الحريري فإن الكثير قد جمعنا به في مسيرة نضالية على مدى 16 عاما وأضافت الدائرة الإعلامية أن القاسي يعلم كما الداني الدور الذي لعبته صحيفة الأخبار وما زالت في محاولة تشتيت الخط السيادي وضربه وبالمناسبة تؤكد القوات بأن لا أحد في لبنان يمكن أن يكون بديلا عن أحد والقوات اللبنانية ليست في هذا الوارد أصلا نبقى في الأجواء القواتية رئيس حزب القوات اللبنانية ينتظر الانتخابات النيابية لمحاربة السلطة ولكن بتحالفات مع السلطة جوج عبود بالتقسيط يوم تلو الآخر عم يعلن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجة عبر خلوات على تطبيق زوم اسم مرشحي القوات اللبنانية بمختلف الدواير الانتخابية أما عدة الشغل المتكررة لشد عصب جمهور القوات هو شماعة حزب الله والطيار الوطني الحر أما الخطة السياسية والإعلامية لرئيس القوات فمحورة تحييد نفسه عن السلطة يلي شارك فيها على مدى سنين عبر الدعوة لتغيير الأكترية تحت شعار العبور للخلاص معركة إنقاذ لبنان مثل ما بيوصفها جعجة هي بحسب أوصات سياسية مناهضة للقوات مجرد إملة دخانية عبارة عن خطاب قديم بيسمعوا الشارع المسيحي دايماً عند كل معركة انتخابية من خلال تصوير أعداء يجب محاربتهم والتخلص منهم لتحسين سعر صرف الدولار مثلاً بآخر إعلان ترشيح اعتبر جعجة أنه كل صوت بيروح للطيار وحزب الله يعني تمديد لأوجاعه بإيده من دون من من أحد هي شعارات رنانة لتبسيط المشاكل المتراكمة عبر السنوات من دون ما يقدم للناخب أي مشروع سياسي أو برنامج انتخابة فحتى الضجيج المفتعل من قبل جعجة على تصوير حزب القوات اللبنانية على أنه منه جزء من المنظومة الحاكمة فشل فمحاول التصوير نفسه على أنه الثور يصطدم برفض الناس وخير دليل على ذلك هو عدم قبول أي من مجموعات الحراك المدني بالتحالف انتخابياً مع جعجة بمعرض حديث جعجة عن ضرورة محاسبة السلطة بيتناسع أنه حزبه هو بجوهر هيد السلطة وشاركه على مدى سنوات بالحكم أكان عبر وزراء حزبيين جلسوا جنباً إلى جانب مع وزراء حزب الله أو من خلال نواب قواتيين بالمجلس النيابة فالمواطن منسي حتى الساعة كيف حرد جعجة باقي الأفريقاء على الاستعالة وبقيه نوابه حتى الساعة داخل السلطة التشريعية بتتابع الأوساط المعارضة للقوات بوقت جعجة عم يعتمد على استراتيجية ترشيح حزبه واحد بكل ديره لحصر الأصوات التفضلية القواتية بالمرشح الحزب خوفاً من الاخسارة زي الترشيح حليف بتشكل أصواته ريف على لوائح القوات سأل مراقبين كيف جعجة ناشد التغيير ومحاربة أحزاب السلطة عم يتحالف بنفسه مع أحزاب من ضمن هيد السلطة فجعجة يلي لجأ للحزب التقدم الاشتراكي من أجل الحفاظ على مقاعد تعتبر بمسابة ركيزة انطلاق كتلة الجمهورية القوية بدواي رب عبده وعليه والشوف من بعد ما خسر الحليف السنة نتيجة انسحاب الحريرة وطيار المستقبل من السباء الانتخابة فشل أيضاً بمحاولات الغزل باتجاه بهاء الحريرة وتصريح المستشار الإعلامي لبهاء الجاري ماهر هو خير دليل حيثقار رداً على سؤال عن تحالف انتخابة محتمل مع القوات اللبنانية لو إحنا رح تكون بعيدة عن كل من كان في السلطة بوقت الناس هم الوحيد اليوم هو الوصول لحلول سأل مراقبين عن جدوى الرهين على اعتماد خطاب سياسة عالي النبرة ضد شركاء بالوطن سعياً وراء نتيج حسمة بسنديق الاقتراع في الفعل اذا كنتم رغبانين يصير فيه تغيير وتبديل ويصير فيه حكم جديد نهج جديد لازم تمرسوا هذا الحق قبل الفاصل إشارة إلى أن القضية غادعون أصدرت مذكرة أحضار بحق حاكم مصرف لبنان رياض سليمي وعممتها على جهاز أمن الدولة للتنفيذ وذلك بعد تغيبه للمرة الثالثة عن جلسة استجوابه فاصل ونعود لمتابعة هذه النشرة في الأخبار الأقليمية والدولية وعد الرئيس الأمريكي جو بايدن أمير قطر تميم بن حمد الثاني بأنه سيصنف قطر عما قريب حليفاً رئيسياً من خارج حلف شمال الأطلسي وقال بايدن خلال اجتماع مع الثاني أنه يعتزم إبلاغ الكونغرس الأمريكي قريباً بهذا التصنيف الذي تمنحه الولايات المتحدة للحلفاء المقربين من خارج حلف الأطلسي الذين لهم علاقات عمل استراتيجية مع الجيش الأمريكي إلى ذلك اعتبر الأمير القطري أن اختزال أزمة الطاقة في أوروبا في الأزمة الأوكرانية أمر غير عادل وأشار إلى أن بلاده تستغل القنوات المفتوحة مع واشنطن وطهران بهدف تقريب وجهات النظر مؤكداً أن قطر تحاول تشجيع الطرف الإيراني على مبادرات إيجابية تجاه دول المنطقة ولفت إلى أن ما يهم قطر هو التوصل إلى اتفاق بشأن النووي الإيراني لأن ذلك عامل استقرار للمنطقة عقد مجلس الأمن الدولي جلسة بشأن الأزمة الأوكرانية بناء على طلب الولايات المتحدة التي تكفف مع حلفائها في حلف شمال الأطلسي جهودها لثني موسكو عن إمكانية غزو أوكرانيا وشهدت هذه الجلسة توتراً بين موسكو وواشنطن حول الملف الأوكراني وقد حاولت روسيا بالصياق وقف ما قالت إنه اجتماع استفزازي لمجلس الأمن بشأن تعزيز قواتها والذي وصفته الولايات المتحدة وأعضاء آخرون بأنه تهديد للسلم والأمن الدوليين أعلن وزير الدفاع الأوكراني أن طائرة شحن أمريكية نقلت من الولايات المتحدة الدفعة السادسة من الأسلحة إلى أوكرانيا وأكد أن بلاده تفرغ حمولة الطائرة السادسة من الولايات المتحدة التي وصل على متنها 84 طن من الذخيرة إلى كياف وأشار الوزير إلى أنه في المجموع طلقت أوكرانيا اليوم حوالي 500 طن من المعدات الدفاعية من أمريكا لافتاً إلى أنها ليست الدفعة الأخيرة إلى هنا نصل إلى ختام هذه النشرة ولكن للمزيد تابعوا على الو تي في عبر انستغرام فيسبوك وتويتر إلى اللقاء